الموقع اللي قدمنا ده هو موقع Redbub الموقع متخصص في بيع منتجات رقمية او موقع طباعة عند الطلب فيه ناس كتير بيتخش تعرض منتجاتها الرقمية وتبيع حمل شلال الموقع ده مثلا هنا لو عندنا حاجة هنتكلم معنا ان ارضه غير Stickers هنروح هنا نوف عليها هيفتح عندك Stickers كتير او لو نزلت بتاعتي بالشكل ده هيبدأ ان هو يعرض لك Stickers بالشكل ده هيجينا مثلا نقولك Best Selling Stickers اكتر او افضل Stickers لان بعد هنا مثلا عندك Flowers Blowing From Puck طلع معنا بالشكل ده مثلا هنا عامل دولار From Dolar 29 سنت طبعا هنا لما بتيجي تشوف مثلا هعدت باعت ممكن تتباع بكميات كبيرة اوه هنا مثلا نعمل اثنين دولار هنا دولار ونصف فيه هنا دولار وشوية هنا اثنين دولار وربع حتى لو جان مثلا ضغطنا على ده هيفتح لك تفاصيل خاصة بالمنتج ولكن هنا مثلا Flowers Growing هنا مثلا وصلت لحد اثنين دولار طبعا هنا بيجيب لها تبقى اشكال يعني ان هي ممكن تحطها هنا على الشكل ده او تحطها على اي منتج تاني هنا هنا في حوالي مئة وخمسين لما نجي نتكلم عن مئة وخمسين فقفلت مؤكد باعت بالمعدل ده مئة وخمسين لما تيجي تضرب المئة وخمسين في القيمة اللي انباع بيها فهيديك القيمة كلها هيتعدي مثلا حوالي ممكن توصل لي متين او تعدل متين دولار فطبعا لما يبقى استيكر جابلك متين دولار ده رقم مش وحش طبعا تقدر تعمل من المئات الاستقرات طيب فيها ادي ده يجي واني طبعا هعمل استقرات ازاي انا مش بعرف ارسم او مش بعرف اعمل حاجة الزكاة للصناعة دلوقتي بصراحة هو ابدع في النقطة دي انه هو بيساعدك او ان انت تعمل حاجات زي دي بكل سهولة بس الفكرة بقولها ان انت تعمل حاجات مطلوبة الناس تعجبها الحاجات دي فاحنا هنا هنقتبس بعض الافكار من موقع ومن هنا عليها هنعمل بعض الاستقرات على موقع خاص بالزكاة للصناعة او بيشتغل هو موقع اللي اللي من خلاله هنعمل بعض الاستقرات وبعد كده هعرفك ازاي ان انت تعمل لها تفرير وبعد كده هعلمك ازاي ترفع جودتها وبعد كده ازاي ترفعها على الموقع ده بس اعاز اقولك لو انت هتشتغل على الموقع ده عازك تعمل تصميمات كتير اوي يعني ما تعملش مسلا واحد ولا اتنين وتستنى بعد تشوف النتيجة ايه اعمل كتير اوي يعني اعمل كل يوم مسلا مش اقل مسلا من خمس تصميمات وارفعه تمام ايه هتقدر تعمل اكتر اعمل لان في ناس كتير بتحتمل حاجات دي وخصوصا بره مصر وده موقع عالمي يعني انت لو هتبيع هتبيع من بره مصر فلنفترض هنا مسلا برضو نجاب لك هنا شوب ماي ثيم اللي هو هتلاقي برضو بعض التصميم مثلا زي الايمونجي مثلا لو فتحناها هتلاقي في ايمونجي زي دي كده فتعالك كده نبكتبس بعض الحاجات ونعمل زي ايها هنا مسلا لو جاهنا لم AsheFlovesGrim from pokeDate وجيبنا مسلا الكلام ده خدناك كده بالشكل ده طبعا هو لو روحنا علي اليوناردو اطلعا لنا تصميمات تانية مختلفة باشكال مختلفة وممكن نضيف حاجات او نغير في بتفاصيلة وغلا بنا دلوقتي نروح على موقع اليوناردو ون Actually 그거 we have a stability باستخدام الزكاة الاصطناعية. احنا دلوقتي على الصفحة الرئيسية لموقع ليوناردو دات اي اي للتصميم باستخدام الزكاة الاصطناعية. بكل بساطة هنا منروح على لو انت طبعا مش مشترك فانعيسيب لك روابط تقدر تشرح لك موقع ليوناردو لان انا شرحه كتير قبل كده. ده الصفحة الرئيسية هنا بالشكل ده. ممكن لما تجد تفتح هيشرح لك بعض الامور. لان انت ازاي تحاول تكستو ايمنج نوريشن. هنا بكل وساطة هنخش على الموضوع على طول ونجيجينا على الارجناشن تول في طايب رومبت ونحط الكلام بتاعنا بالشكل ده. هنا قلنا فلاورز جلوينج فروم بوك استيكار. ده كان انبصت خالص. وحابب ان انت تضيف حاجة ممكن نقلسا نضيف حاجة ونقل له وايت باكجراوند. ممكن نقل له قاوت حشان يحدد لنا التصميم بتاعنا. وهنختار بقى مثلا هنا نختار اليونارد ستايل. وهنا ممكن نغير ده. نختار اليونارد ديشيوشن. نقرب كده. وهنا نقول له عايزين صورة واحدة بس. مش عايزين اكتر من كده. مش عايزين الكيميا طبعا هننفلها. وهنا طبعا لو استهلكناه. هنا هيستهلك معنا فلسونة الواحدة عربعة. مش مشكلة. عشان يطللنا الجودة احسن. ولو طبعا استأخذنا الكيميا. الكيميا بيطلع تصميمات رائعة جدا. لكن هنا مش متاح عن الكيميا لان انا استهلكت. المدة بتاعتي في الموقع ده. وبكل بساطة هاجي هنا ازبط كل اعداداتي واروح اقوله جينوريت. ده كان نتيجة التصميم بس انا حاسيت كده ان هو مش محدد للتصميم. فلو جيت انا حددته هينغلبني هوي. فازاي بقى ان انا حدده. آآ جيت هنا عرفت مغير شوية في الكلام. يعني جيت الاول وحطت كلمة استيكر. بعد كده حطت بوايت بانجراوند. وكانت اوت بعدين كتبت الكلام اللي هو. فكانت النتيجة ان هو اطلع معنا بالشكل ده. هنا هتلاحظ بان هو محدده لك هنا يكون له كده. فهيبقى سهل من لزمانة عمل تحديد للستيكر بطريقة سهلة شوية. المرة ده هقوله عايز كريز استيكر. وهطلب مثلا ان هو عمله سولتين او ممكن نجرب ان هو خلينا منها ثلاث صور بحس ان يبقى فيه تعدد لو حابين نختار صور اكتر. كذلك اولا هنختار لانورد ديفيوشن وبنعمل نشن ريت. ممكن نختار مسلا حاجة تانية زي ونشوف ممكن نطلع لان نتيجة ازاي. نعمل نتجة هتطلع واربا عضاء. وعندي هنا برضو حالة اسمها ممكن نجربها ونعمل هنا برضو ونشوف التجارب دي هتطلع معنا. دي كانت اول نتيجة باستخدام طبعا معنا هنا بالشكل ده. عملنا ومحدده بالشكل الجميل ده. طبعا هنا لو فتحناها كده بشكل ده هتزهر اكتور هتلاحظ ان هتحدد. هي بسألة جدا ان احنا نعمل ازالة للحاجات دي كلها. هنا مثلا عشان خاطر اللي عملت تعديل للصورة دي فاحنا بنعمل لها ده هنا بالشكل ده عشان تنزل عجاز. عشان لو هنستخدمها في موقع تاعة. بنفترض مسلا عاجبني صورة زي دي. ممكن برضو الصورة زي دي كويسة بس نختار صورة واحدة عشان نبعدل عليها. كذلك الامر هنا مسلا السكر زي ده. هنعمل له ده برضو بالشكل ده. بحيس لو استخدم نبعدل هنا برضو ده بس باستخدام طلع بالشكل ده. كان كل الموديل بيبقى ليه طريقة معانا. وده طلع معانا بالشكل ده. هنا بقى كنت طلبت ان هو يعمل لي بس ديته وصف ان انا عايز بيمشوا مع بعض بالشكل ده. ده مش عاجبنيش او بصراحة لدي اخطاء كتير. ده احسن شوية مسلا لو هنا بصينا هنا بس ده باستخدام بممكن مسلا يكون ده احسن شوية. آآ الخلفية طبعا برضو هنا تقدر بتزال بسهولة قوي. فهنا برضو طلبت منه نفس الطريقة بس باستخدام معقول شوية بس ممكن يكون مش احسن حاجة. آآ ممكن تختار اي حاجة منهم لو عاجبتها برد. فازن هنا برضو ده تنوع بخصوص ان احنا ممكن نعملها باقي طريقة. هتقدر تعمل طبعا اي حاجة با او تقدر تقتبس اي شيء تعمله. لان كده كده هو مش هتطلع لك ناكس الشيء. رجي بعد كده على الخطوة المهمة وهي ازاي ان احنا هنعمل تفاريغ للصور دي. بحب انا دائما استغادر موقع نايتمير اي 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 عشان بخطر اعمل ابسكيل. هنا بكل بساطة هاجي هنا اعمل دروب افايل. طبعا اشراح الموقع ده كله. وتقدر ان تستغلون كل بساطة هاجي بصورة بتاعته هنا اعمل اوبين. لسكيل ممكن اخليه تلاتة يعني اعطاك التلاتة هيبقى كويس اوي ممكن نحضر لكم مرة واحدة هنا. لان اكتر من تلاتة بصراحة هو يقولي اشترك في الموقع. انا مش مشترك في الموقع فعبستغل لان اوسخل اول تجربة المجانية وبعمل سابميت. بعد كده بكل بساطة بيجد اهنا هو يعملك الابلودينج فايل بالشكل ده. هنا هي دخلنا. طبعا اي جاء باحد ديولي فيش فرق. لا هقولي الكن فرق. اضغط على دي كده هتفتح معك هنا الصفحة. واضغط على دي كده هتفتح معك هنا الصفحة تانية. دي اللي هي الجديدة تمام? ودي القديمة. القديمة لو قد عملنا الزوم هتفتح معك الزوم بالشكل ده. طب تعال شو في الجديدة بقى تفتح زوم كبير اوي. صع? ويملك بقى التفاصيل خالص باكتر اكتر بقى. فهنا الصورة بقت احسن كتير. كل بساطة نرجع تاني هنا على الصورة ونعمل داونلود. هتلاحز ان هي نزلك معك هنا بنفس الصغل هي البي انجي. بعد ما عملنا للصورة والصورة الخلاص بها تجود عليها تقدر بكل بساطة ان انت تنجي هنا على ريت بابل. وبتروح بقى هنا بس لازم تعمل طبعا لوج ان. لو انت مش مشترك في الموقع تشترك بكل بساطة. وبتعمل لوج ان تدخل. ترجع بقى هنا موقع ريت بابل عشان تبدأ ترفع المنتدات بتاعتك. فوروح هنا على الصفحة بتاتي. وباكتبها وضغطها على سيل يور ار. هنا هتلاحي عندك بقولك create products او add designs. ممكن انت بكل بساطة تعمل add designs. او ممكن ان ندرس على add new work. ندرس على add new work كده. هي حاولك على الصفحة دي. هم يعمل فريفاينج كده بسيط. هيجي هنا قولي upload new work. هندرس عليها بالشكل ده. ونختار بقى الشغل بتاعنا اللي هو ريبليكات هنا. ونعمل بقى هنا. هنا بيجي بقى بقولك حطي لي انوان لمنتج بتاعك. فبقى مثلا هجي هنا بالانجليش هقوله. بس ممكن اغرى مثلا نخليها كريز بالشكل ده. التاجز مثلا هنا هقوله sticker. كريز. بعد تفسير كده هتحطها. وهنا description. حط بقى اي description انت حبه. ولكن هجي هنا مثلا هقوله paste. وبعد كده بتبقى تنزل تحت هنا هتلاحز ان هو بدأ يظهر لك هنا على الحاجة بتاعتك. هنا طبعا باللغة الانجليزية لو عايز تضيف لغات تانية هتضيف. وكل البساطة هتقدر تضيف. بس اختصارا الوقت هنشرح على الانجليز بس. هتكي بعد كده بقى تشوف بقى هو عايز بقى تحط فين. هنا مسلا عاجبك حاجة بتعمل. مش عاجبك. دي ما عاجبتنيش مسلا هالغية. دي عاجبتني. دي مش حاجباني. ولو انت مسلا عايز تصغير فيها وتعادل فيها هتعمل. كل ده تسقيبه لهو. ده اسمها زي ما هي كده. ده مسلا برضو الغية. اي حاجة مش مزبوطة هنشيلها. تمام? ولو انت عايز تعدل عليها ولك برضو تعادل عز. هنقلل خلص حاجات يعني ديت مش عايزين برضو الحاجات زي ديت. كل ده مش عايزو. ممكن نسم ديت. ولو عايز تعمل بقى ايدة هاي بقى ازاي هنفتح الايدة دي. هو اجيبلك السرعة. تقدر انت بتاع الامش تقلمه شوية بالشكل ده. بتعمل اطلع زبان هي هنا قلت شوية. كزلك الامر بقى هتبدأ تكمل كده. اللي مش عاجبك تشيله. مسلا دي برضو مش عاجباني. دي مش عاجباني. كل ده مسلا مش عاجبني. ده ممكن نعملو ايدة برضو. هاجي هنا برضو هلي شوية بالشكل ده. وعمل اطلاي. هتلاعز هنا ان هو يزبطها لك اكتر. هنا برضو عالساعة دي سيبها ممكن نسيبها كويسة. حاجات كتير يعني برضو ممكن نسيب دي ونسيب دي. آآ دي مش عاجباني. برضو هنا دي على التلفون ممكن نسيبها وها كزا. املك برضو هنا على الحاجات زي البنتونات برضو دي مش زي الفون ديت كمامة برضو مش عاجباني. تيجي بعد كده برضو نتخلص بقولك ميديا سيلكت اب تو. نقلو مسلا نجيب له ديساين. ديشتر ارت. اختار حاكتين باس. ابتتنين بس. اه هنقوله اني بادي. اي اجري. وبتاعب من بعد كده. ومبروك عليك ان هو في خلال المية في المية دي ما تظهر اي بانت كده المنتج بتاعك اتعرض رسميا على موقع راية وان شاء الله بازل الله حت اشتريه. لو حت اشتراه فمبروك عليك بقى تكسب بتيير كوي. فدي طريقة كويسة جدا ان انت زي تستفيد من الموقع ان انت تبيع منتجاتك على موقع ده. بس عايزة اقولك تعمل كتير. يعني انت لو انت هتتفرغ للشغل ده فانا عايزك يومين ما مش قلي من خمسة تقدر تعمل عشر تاسبوبات في اليوم. ونوع بقى. تيشرتات ان شاء الله برضا اشرح لك زي تعمل تيشرتات ونوع وعمل كتير. ومش موقع ده بس في موقع تانية كتير تقدر تستخدمها. كده بقى احنا نشرحنا النهاردة ازي نحن نعمل باستخدام زكاة الاصطناعي موقع ليوناردو. وازي ازا نحن نستفدي نحن نباح على موقع به زي موقع ريت بابل. واش رح تلك الطريق من البدل للنهاية زي كامل تفرغ للصورة على الفوتشوب وازي ان انت تعمل تحسين للصورة وازي ان انت ترفعها على الموقع والحد اللي عليها. حادي ما توصل للمنتج ليه العرض موباشورت. ازا تمينا تكون عجبتك الحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنسى شيرك في القناة واتفعل زيالي الجرس عشان يزال لي كل فيديو هاتنا في النهاية. السلام عليكم.